بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين خاتم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبو القاسم محمد الله مصلي على محمد وعالي محمد وعلى الهدات الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين لأسيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين قبل الله أعمالكم غفر الله ذنوبكم أحسن الله إليكم وجعلنا وإياكم أقرب إلى إمام زماننا وأبر وأوفى إن شاء الله قبل أن نبتدأ بالحديث لا بد من أن نتذكر أختنا في الله المنتظرة الفقيدة الحج أم أحمد الطائي التي افتقدناها خلال اليومين المنصرمين وأتمنى على أخوتنا العزة أن يقرأوا الفاتحة باعتبار أنها لها حق علينا بالإضافة إلى أنها استمرت معنا لثماني سنوات متواصلة تأتي من الكوت وتبقى معنا تمارس كل النشاطات رغم كل ما ألم بها من آلام ومعاناة المرض الشديد الذي شاء الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله كذلك أن يجعله أجرا وكرامة ومغثرة لها أرجوكم قراءة الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد الله صلي على محمد وآل محمد ما من شك أن قصة الإمام المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء تتلخص بأنها تمثل الخطوة الأخيرة في صراع الحق مع الباطل وأن الباطل سوف يجمع كل قواه في آخر الزمان يحشدها تصل به القدرة إلى مستويات عالية حينما يحين أوانى إنهاء الباطل وإشراقي لواء الحق وراية الهدى المهد حينما يكون الأمر كذلك يفترض أن ما أشار إليه أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم في شأن الدلالات على ظهور الإمام والعلامات التي تدل على زمانه وعلى وقته تارة يمكن أن نحسبها من خلال الخريطة التي وضعوها أمام عيوننا عبر روايات علامات الظهور وما إلى ذلك وأخرى من خلال ملاحظة طبيعة صراع الحق مع الباطل والمخرجات التي ينتهي إليها باعتبار أن الباطل سوف يصل إلى نقطة ثم يبدأ بالتخاذل بالانهيار بالانحطاط ويكون عند ذلك أمر الانتظار للإمام بأبي وأمي قد بلغ شأوا عاليا بحيث مكن المنتظرين من القدرة من العزة ومن المنعة بالشكل الذي يمكن لهم أن يحققوا للإمام مطلبه في تحقيق مشروعه ويؤكد منعته ويؤكد عملية حمل المسؤولية وأعباء المسؤولية بشكل كامل لكن ما بين هذا وذاك وفي هذا البين لا بد لي من أن أعاود الإشارة إلى أن هذا الفهم الساذج الذي يشير إلى أن علامات الظهور هي قصة تحكي لنا متى نقترب من الإمام صلوات الله وسلامه عليه وكأنها مجرد علامات على الطريق من دون الانتباه إلى ما يحف بهذه العلامات ورواياتها من مناهج عمل كبيرة جدا ولا شك ولا ريب إذا ما كانت هذه العلامات هي بوصلة الطريق للوصول إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه فما لا شك ولا ريب فيه أيضا أنها خارطة طريق وبوصلة للاتجاه إلى هدف الصراع بين الحق والباطل باعتبار أن نهايات أيام الباطل هي بدايات الإمام المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفدة ولذلك يستحسن بالأخوة حينما يريدون أن ينظروا إلى هذه العلامات لا ينظروا إليها بعنوانها مجرد حدث سيحصل وإنما عليهم أن يحللوا هذا الحدث يعرفوا بالضغط ما هي المخرجات التي سينتهي إليها الحدث ما هي النتائج التي تترتب على الحدث ما هي الإنعكاسات التي أفضت بالحدث في أن يتركها في داخل مجتمع الظلم وأيضا في داخل مجتمع الهدى أو مجتمع الانتظار ولذلك على سبيل المثال حينما نريد أن نقول بأن مارقة الروم ستنزل في الرملة لا يمكن لي أن أكتفي بتحليلي بأن هذه المارقة هي عبارة عن جند سينزلون في هذه المنطقة لابد من أن أعرف الآثار المترتبة الأسباب التي أدت إلى أن ينزلون لماذا جئ بهم إلى هذه المنطقة تحديدا وجملة من الأسئلة التي يفترض أن تعينني على أن أرى المشهد بشكل كامل وأن لا أكتفي بمجرد قراءة عنوان القصة ليست مجرد قراءة عنوان أو مانشيت عريض في الجريدة الفلانية أو في القناة الفلانية أو ما إلى ذلك ولا هي مجرد سطر أو كلمات في كتاب الرواية وأنما هذه تنطوي تحتها وإلى جوانبها وتحف بها الأحداث الكبيرة والتي يفترض بها أن تنبهني تحرضني تحفزني على ما سيأتي من بعدها من أحداث من استحقاقات من التزامات وهي التزامات كبيرة جدا في هذا المجال هناك حقيقة يجب أن نسلط الضوء عليها قليلا وأعتقد هذه الحقيقة ليست مجالا للشك حتى لأولئكم الذين بلغ بهم اليأس ما بلغ أو تعجلوا بشكل كبير جدا أو أنهم نظروا إلى الأمور بلا أبالية ما من شك أن الجميع يتفق على أن ما نمر به من أحداث تمثل فترة استثنائية لم يمر في تأريخ البشر حالة من هذه الحالات التي نمر بها أن نظرنا إليها من جهة صراع الحق مع الباطل من جهة طبيعة مديات الجور والظلم من خلال طبيعة الاستعداد عند أهل الحق من خلال نمو البصيرة من خلال استعداد الأمم من خلال حالات متعددة أن نظرت إليها في جوانب الأمن أو في جوانب الاقتصاد أو في جوانب الاجتماع ستعثر على أنك في عصر يمتاز عن بقية العصور بأنه عصر استثنائي تجمعت فيه كل الصور التي تشير إلى أن حدثاً كبيراً هو القادم الذي سيحسم مجالات تنامي هذه الأحداث ويحولها من مجرد حدث كمي إلى عملية تغيير نوعي وتغيير كيفي يمكن أن يطيح بأمة يمكن أن يطيح بحضارة لتنتهي إلى حضارة أخرى وإلى أمة أخرى وهكذا ربما إذا ما نظرنا إلى طبيعة الذي يجري في غزة وما انتهى إليه وطبيعة المخرجات التي ستنتهي إليها هذه الحالة سنعثر على أننا أمام واقعاً في غاية الخطورة أمام واقعاً في غاية الجدية في إمكانية أن يحسم مسار التأريخ بهذا الاتجاه أو بذاك الاتجاه وفقاً لطبيعة الاستعدادات وطبيعة النباهة والحصافة عند هذا الطرف أو عند ذاك الطرف ولذلك يفترض أن نعيش في هذه الفترة حالة من حالات الانتباه الشديد من حالات من يشعر باستفزاز شديد لأن القادم سيكون أخطر بكثير لا أقصد هنا بالأخطر بمعنى قد تأتينا أحداث مضرة وإنما أشير إلى الأخطر بعنوانه أشد حسماً لمسارات الزمن القادم والمستقبل القادم وحيث أننا على موعد مع الزمن القادم حيث أننا من ننتظره هو في الزمن القادم لذلك يمكن لنا أن نكون محبوظين بشكل جدي في أن نلتقي بممعودنا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وأجداده الطهر لذلك هنا أعود وأقول ليست القصة قصة علامات وإنما طبيعة حراك الأوضاع التاريخية الأوضاع السياسية الأمنية العسكرية الاقتصادية كلها تؤكد أننا على موعد مع حدث مستقبلي كبير جداً قد يهوي باتجاه ويصعد باتجاه آخر هذا أمر أول الأمر الآخر أننا لأول مرة يمكن لنا أن نلحظ الأثر المتزايد لحواضن الانتظار ولقواعد الانتظار في طبيعة الحراكات العالمية الكبرى حدث غزة قد يكون عند الكثيرين بأنه لا علاقة له بهذه الأمور ولكن كل المخرجات التي تحف حوله وتنتهي إليه تؤكد أن القواعد الحاضنة لمشروع الانتظار سواء تلك التي أعلنت احتضانها لهذا المشروع أو تلك التي ترشح إلى أن تمشي بهذا الطريق لو أن بنيته لاحت أكثر أو أن عطاءه بدأ أفضل من الخيارات الأخرى عندئذ حينما نقول بأننا نلاحظ هذه القواعد سنجد أن تأثيرها وبصمتها في الأوضاع لم تكن هذه القواعد لتصل إليه في العصور التي مرت ولكن الآن نجد أن البصمة من الكبر بمكان بحيث أنك تستطيع أن ترى أن المحللين يشيرون إلى أثر هذه الحاضنة أو إلى أثر تلك الحاضنة التي تنتسب إلى مشروع الانتظار بأن لها تأثيرها أجاد في حدث العالم كله الآن مجغول به بل انشغل هذا العالم بهذا الحدث ونسي حدث كبير جدا يجري في أوكرانيا ويجري مع روسيا ويجري في داخل ما أصبح يسمى بالقارة العجوز وسبحان الله مشت الأمور بطريقة لكن نرى أن أوروبا هي الأخرى التحقت بمساري العجز التاريخي وأصبحت مجرد تابعة وهذا له ما بعده وربما يأتينا المجال لنتحدث عنه لكن كون أن هذا الزمن فيه مثل هذه الفرصة التي يعطينا مثل هذه الفرصة في أن نكون نحن في المجتمع الذي سيحسم المسار التاريخي إذن ما هي الواجبات المناطة على عواتقنا وكيف يمكن لنا أن نتعامل مع ملفات يمكن لي أن أقول الكثير منها جديد في هذه الساحة الآن انظر اليوم كان إمام جمعة مكة إمام جمعة المسجد الحرام يتحدث عن طبيعة الموقف من فلسطين وما جرى في فلسطين بحديث تشوبه الإدانة لأن من مارسوا هذا العمل لم يرجعوا إلى ولاة الأمر بس هذا الحديث يمكن أن يتم تداوله في الفقه السياسي عند القوم منذ مدة لكن حينما ترى أن هذا الرجل وأمثاله الآلاف ممن يحتلون منابر المسلمين لا ينظر إلى الأطفال كيف يذبحون لا ينظر إلى النساء كيف تقتل لا ينظر إلى الاستباحة لكل معالم الإنسانية عند إذن ماذا ستكون ردة الفعل عند الطرف الذي كان يستمع إليه عند القواعد التي كان بلورت أفكارها خلال كل هذه السنين بناء على هذه المنابر ماذا سيصبح به لا شك ولا ريب أن حالة الحالة السلبية تجاه هذه المنابر هي التي سوف تسيطر على الأقل على الجيل الحالي والجيل الذي سيئله لأنهم يرون المأساة بأعينهم ولا يمكن أن يتغافل عنها حتى الحيوان أجلكم الله أستحن بعض الأحيان نشوف حيوانات مفترسة ولكنها ترأف بصغار بل وتحمي هؤلاء الصغار لفرائسها أيضا لكن حينما تجي منظر اليوم صباحا في مشفل دار الشفاء الأطفال كيف مزقت الأطفال كيف ماتت النسوة كيف ماتوا خلال هذا الحدث العالم ينظر إليه أبلهن لكن هؤلاء ماذا بهم طبعا هذه المنابر في كل هذه الأعوام كانت هي حائط الصد عن العقيدة المهدوية وعن عقيدة الهدى التي تسير باتجاه الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه هذه هي التي شوهت هي التي فرقت هي التي عملت على إثارة الأحقاد بين المسلمين واليوم جاءوا بها شوهاء عوراء محتقرة بحيث أنهم لم ينظروا إلى الدماء العزيزة التي قطعا يهتز لها العرش التي نزفت بقدر ما نظروا لكي يبرروا سياسة الخنوع والتخاذل التي اتخذها هؤلاء أمام من وصفه القرآن الكريم بأنهم أشدوا الناس عداوة للذين آمنوا اليوم كان وزير الاستثمار السعودي يتحدث بمنطق أننا نريد الفرصة التي منحتنا إياها العلاقة مع الصهاينة فرصة قناة إرزل القناة هذه التي سوف تكون أو سوف تتسبب بضر كبير إلى قناة السويس ويكون قد وصولا إلى إغلاقها أو إلى محلال آثارها لأنهم سيفتحون من جهة الموانئ التي يسيطر عليها الصهاينة طريقا إلى الخليج ومن هناك إلى آسيا وما إلى ذلك بشكل طبيعي هؤلاء متى يتحدثون هسا الإنسان اللي يتحدث بوقت طبيعي ماكو بمشاكل ربما بعض الشيء هون لكن في وقت الأمة تذبح وهؤلاء يتخذون هذه الخطوة أنا أقول لا تنظروا إلى طبيعة الفاعل لكن انظروا إلى طبيعة المتلقي إلى هذه الأمور هؤلاء مهما يكون هم أولاد الخنوع والذل التي عرفناهم بها لكن طبيعة القواعد التي كانت تتلقى كانت مخدوعة كانت تصدق هؤلاء حينما كانوا يتحدثون عن الروافض بكذا وكذا حينما كانوا يشوهون سمعة الآخرين يكفرون المسلمين يدفعونهم لقتال بعضهم البعض حينما وصل الأمر إلى أن القتال ضد الصهاينة رفعوا عقيرتهم وطالبوا بأن لا ينتمي أحد إلى هؤلاء المقاومين وينصرفوا عن باحة الجهات لعمري كيف يمكن لهذا الذي تحدث أن ينسى هؤلاء الذين أرسلوهم إلى ديارنا ذبحوا بنا قتلونا هم أرسلوا أكثر من خمسة آلاف انتحار من أجل أن يفجر نفسه في أوساطنا لم يقولوا أن هذا خذلان لولي الأمر بل ربما كانوا يريدون أن يؤكدوا أن ولي الأمر لهم هو الذي أمرهم بأن يأتوا إلى مناطقنا مساجدنا مواكبنا أسواقنا مدارسنا منتدياتنا الاجتماعية إلى كل أوضاعنا من أجل أن يفجروا وقد رأيتم ما رأيتم من أحداث دامية في هذا المجال لا شك ولا رأيب هذا نموذج واحد يمثل عشرات الآلاف من المنابر التي ظلت تتحدث خلال هذه الفترة بنفس هذا المنطق منطق التخضيل ومنطق الإعابة على ما تم اعتباره عند القواعد الشعبية المسلمة بأنه مصدر فخر ومصدر عزة ومصدر منعة وإذا بحالة الخدلان تأتي من من هذا الأمر لا شك ولا رأيب سينعكس في طبيعة ولااءات انظروا إلى هذه القضية مخرجاتها إلى أين ستؤدي أمس كانت إحدى أخواتنا في فلسطين توجه رسالة لا نريد منابركم لا نريد خطبكم لا نريد كذا شكرا لكم كل اللي تريحون بي أن ما يكون شغل بينا هذا المنطق اللي بدأ ينمو خلال هذه الفترة في مقابلة ماذا؟ في مقابلة خط آخر يتحدث بأنه يجب إدانة هؤلاء المقاومين لأن الوحيد الذي يعينه هم الروافض هذا ماذا يعني؟ النتيجة نتيجة الوعي المتحصل من هذه القضية؟ إما أن من يؤمن بهذا الطريق وهم غالبية أو جل جل شباب هذه الأمة وطلائعها لا شك ولا ريب أنهم سيفكرون بطريقة جديدة إذا كان الوحيد الذي يدعم يساند، متحرق، يحزن، يشعر بطبيعة الآلام التي حصلت لهؤلاء هم من الذين كانوا يسمون بالأعداء هم من كان ابن تيمية يقول لهم ويكرر هؤلاء أقوال ابن تيمية بأن أشد الناس قرباً لليهود هم الروافض أشد الناس تحالفاً مع اليهود هم الروافض بناء على قاعدة أشد الناس عداوة لله من؟ هم اليهود فإذا كان أشد الناس عداوة هكذا في منطقه هم اليهود إذن من يتحالف معهم من يكون قريباً معهم هم أيضاً أشد الناس عداوة لكن الواقع ماذا أنتج؟ مخرجات هذه الأحداث ماذا أنتجت؟ أنتجت أن من يسمونهم بالروافض هم أشد من أيد المنتفضين ضد الصهاينة والعقب الكأداء التي تواجدت في المنطقة خلال هذه الفترة أمام محاولات التطبيع هم هؤلاء الروافض والذي كان يحث الخطأ من أجل التحالف مع أشد الناس عداوة هم الذين كانوا يقولون بأن الروافض أعداءنا هل هي على سبيل الصدفة أن يتحدث نتنياهو بنفس المنطقة؟ أن تتحدث إعلاميات الصهاينة وواجهاتها الدبلوماسية بأن المحور يسمونه الإيراني الشيعي المحور المقاومة لكن خلاصته أن هذا المحور الذي فيه قواعد حاضنة لمشروع الإمام صلوات الله وسلامه عليه ينعت من قبل هؤلاء بأنه هو محور الشر ويكفيك هنا دالة على أن العدو حينما يقول أن هذا العدو هو شر بالنسبة لمن يعاديه ماذا يحصل؟ يحصل أن هذا العدو هو خطر على العدو الأساسي الذي يقف ضد مشروع الهدى لذلك واحدة من المخرجات المهمة التي يجب أن تلحظ هي أن الأمة بدأت تنقلب ولا آتها بدأت مورد شك وبدأت تعيد الحسابات من جديد وقد رأوا طبيعة شيعة أهل البيت ما كانوا في حالة رياء ولا كانوا في حالة من حالات التصنع أو التزلف وإنما من مراجعهم إلى أطفالهم هم يتحدثون بحرق، بألم، بحزن على ما يجري في هذه المنطقة طبعاً لا بد لي من أن أؤكد على خطورة سذاجة تتحرك في داخل قواعدنا بأن هؤلاء ينتمون إلى جهة أخرى، ينتمون إلى مدرسة أخرى سبق لزعيمهم أن أقام فاتحة على المجرم صدام سبق لهم أن تظاهروا من أجل الصدواء هذه الحكايات التي تجري نعم حصلت كثير من هذه الأمة لكن طبيعة المواقف في حرات مع الأيام يمكن في يوم من الأيام ينتبهون إلى ما جرى لماذا نذهب إلى بعيد؟ نحن هنا مجتمعنا، أولاد شيعتنا في الكثير من عندهم الآن بعدهم يصورون أنه المجرم صدام كان له الميزة الفلانية وله الامتياز الفلاني لأنهم جهلوا خلال هذه الفترة أو تركوا من دون تبيان، من دون إبلاغ لذلك أصبحوا خاضعين للدعاية الدعاية التي موجودة هناك أكبر بكثير من الدعاية التي موجودة هنا ما أبرر هذه الأفعال لكن في فقهنا في فقه أهل البيت صلوات الله وسلام عليهم حينما تتعرض بلاد المسلمين إلى قطر لا ينظر إلى طبيعة الأفكار التي قد نتخالف بها مع الآخرين تدرون في أيام الغزو البريطاني مع أن شيعة العراق كانوا متبررين جداً من الوجود العثماني وقد افتعل الكثير من ولاة العثمانيين مجازر في داخل شيعة أهل البيت لكن حينما حاول البريطاني المحتل أن يمس العثماني من الذي انبرى للدفاع كانت فتاوى المراجع تؤكد على ضرورة الدفاع عن بيضة الإسلام وعن حماية ديار المسلمين بغض النظر هذا ينتمي إلى أي جهة أو إلى أي مذهب أو ماذا يحمل من أفكار بل يذهب بعض فقهائنا إلى أن بلاد المسلمين حتى لو كان بها كفار حتى لو كان بها فسقة يجب الدفاع عنها لأن عدم الدفاع يؤدي إلى هدك حرمة بيضة الإسلام وهذا مما لا يجوز لمسلمين أن يتحدث فيه ونتذكر جميعا أن الإمام الراحل السيد محسي الحكيم قدس الله روحه الذكية لأول مرة يعطي إذنا بصرف الأموال الشرعية على العمل الفدائي للفلسطينيين في أيامي في الستينات على ما نذكر ربما في سنة 68 أو في سنة 67 في ذلك تلك الفترة صدرت فتوى المرجعية وبقيت هذه الفتاوى تترى وصولا إلى ما دبجته يراع مكتب آية الله العظمى المرجع الديني الأعلى داما ظله الشريف في وجوب نصرة هؤلاء أي ما يكون أنا أعود وأقول أنظروا إلى نهايات هذه الأفعال ماذا ستؤدي وإلى أين ستنتهي وما هو موقع هذه المخرجات بالنسبة لمسار الانتظار وبالنسبة إلى مسار التمهيد إلى الإمام المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفدة في رام الله قبل كانوا يتفون في تظاهراتهم إلى صدام نعم كنا نسمع هذا الأمر لكن خلال هذه الأيام ماذا سمعنا كانوا يهتفون إلى حجد الشعبي خلال هذه الأيام كانوا يهتفون إلى حجد الشعبي أول أمس كان أحد الأبرار أنا ما أدسم منه هذا لكن هذا ترك أثر كبير جدا عند الغزاويين أرسل تبرع فيه بقرة ذبحت هذه البقرة وكان المتحد الزباح الذي هو فلسطيني كان يقول هذه هدية الشعب العراقي الذي قدمها إلى أخوانهم طبعا أولا ينظرون إلى الصواريخ ينظرون إلى الأسلحة ينظرون إلى المواقف السياسي أيضا يجدوها متطابقة ما بين الدعم الشعبي وما بين الموقف السياسي لهذه الدول التي تنتمي إليها هذه القواعد هذا من جه ماذا بشأن الواقع في الجانب الآخر وفي الجانب الآخر الصهاينة وصلوا سريعا إلى الباب المسدود اليوم بدأوا يتحدثون بلهجة وسبحان الله نفس اللي فكرنا بي سابقا الآن هذا يتحقق ذكرون أول ما بدأوا قالوا لن تنتهي هذه الحرب إلا بالتخلص تماما من المقاومين والتخلص تماما من شيء اسمه غزة غزة يجب أن تنتقل إلى سيناء وتنتقل إلى مكان آخر ما إلى ذلك لكن بعد طوال قرابة الشهر من حملتهم واللي أمريكا زودتهم بما لا يقل عن مية وثلاثة وعشرين طائرة شحن تحمل القنابل التي ألقيت على غزة خلال هذه الفترة اللي قدرها القبراء ما يوازي ثلاثة أضعاف القنبلة الذرية التي ألقيت على نكزات هذه الأسلحة شهر كامل ومعها إغماض عين الاستكبار العالمي عن أي جريمة يرتكبها هؤلاء وشفنا في قضية مستشفى المعمداني نتنياهو صباحا يقول هذه مسألة الصراع بين أطفال النور وأطفال الظلام معناها يعتمدها لكن بس إجاء بايدن بايدن يخاطبه مباشرة قبل ما يسلم عليه يقول لا يبدو أن الطرف الآخر هو اللي يفعل أول ما يوصل يلقي بالقصة وتضيع في الأروقة الدبلوماسية تضيع شيئا فشيئا وانتهى الأمر إلى أن أكو مستشفيات أخرى لحقت بهذا الأمر وصولا إلى اليوم والتهديدات لا زالت موجودة على المستشفيات المتبقية لكن هذا الأمر شن اللي أوجده هل عثر الصهاينة على الأنفاق لم يفعل هل قتلوا عدد المقاومين بحيث نقص أثرهم نقص فعلهم لم يفعل هل تقلصت إمكانات المقاومين في رمي الصواريخ وفي المقاومة وهل انحسر هذا الأمر لم يحصل لا زالت قدرة هؤلاء إلى صباح هذا اليوم في أنهم يمارسون أطلاق الصواريخ وأطلاق القذائف كأنهم في اليوم الأول الذي انطلقوا فيه إذن أين أنت يا نتنياهو في طبيعة الوعود التي أعطيتها بتحقيق نصر ساحق هذا النصر شفنا بنج الأهداف الصهيوني متمثل بماذا؟ أطفال نساء مساجد كنائس مدارس سيارات أسعاف ومدنيين غالبية بنج الأهداف هو هذا أبنية لكن ماذا بشأن الذي يقاوم هؤلاء إلى صباح هذا اليوم كان المحلل الصهيوني يقول وكأنهم لم يتأثروا بشيء هذا حديث الطرف الآخر حينما تنكسر إرادة الشر اترقب الإشارة اللاحقة من هذه القضية هذه مو مجرد أنه دخلوا معركة وفشلوا بها ما يترتب على ذلك أخطر بكثير لأن ردعهم انتهى الخوف منهم انتهى ما ألهم به الشباب المسلم خلال هذه الفترة بأن شيئا اسمه أسطورة الجيش الذي لا ينهزم والذي لا يخسر والذي لا يتراجع انتهت تمزقت وأصبحت هشة للغاية بل أنا أنقل في اجتماع رئيس الوزراء العراقي قبل أيام مع بلينكون وزير الخارجية الأمريكي أن بلينكون قال بالحرف الواحد أنا أزور دويلة الصهاينة دويلة الصهاينة مني لأنه هو يسميهم باسمهم أنا أزورها منذ عشرين سنة لم ألحظ في يوم من الأيام أنهم خائفون مرتعبون قلقون مثل ما لحظته خلال هذه الزيارة هذا الشي فيدني هل أن القضية بالنسبة إلي هي مجرد نقطة قتال بين هذا وذاك لا أنا أنظر إلها في بناء الباطل ماذا يحصل فيه وفي بناء القدرة عند الطرف المقابل للباطل شيف يحصل به حينما يسمع مثل هذه التصريحة بلينكون يهودي وهو حينما جاء إلى دولة الصهاينة أيضا قال أنا يهودي جئت بعنواني يهوديا وهذه الحرب بالنسبة إلي حرب دينية فطيب الآن ماذا تحدث عن المقدسين الذين لا ينهزمون رأيتهم مرعوبين رأيتهم خائفين بل لم أرهم يخافون في مرة كما رأيتهم هذه المرة الشيء اللي صار هو وصلوا إلى باب مغلق قد يقدرون يستمرون في أن يضربون الأهداف المدنية ويرتكبون المجازر قد يكون العالم يغم بعينه رغم أنه العالم بدأ يفتح عينه بطريقة مباغة جدا إلى قوى الاستكبار لكن القدر المتيقن أن هؤلاء لديهم جانب آخر اقتصادياتهم المشلولة حالة لا استقرار عند مواطنيهم لأول مرة الصهاينة يهجرون في ما يعرفون لغة النزوح خلال هذه الفترة خلال وجود هذه الدولة ما كانوا يتحدثون عن نزوح قبلها نعم لكن الآن هم بدأوا يخلقون النزوح للآخرين وإذا بهم نازحين في بلادهم وأعداد كبيرة قبل ثلاث أيام نشأت حركة في داخل المنصات الافتراضية الصهيونية حركة اسمها أنا راجع والراجع راجع إلى مكاني طوني جوازي وأنا راجع أترك هذه الديار الآن قرابة العشرين بالمئة من هؤلاء أصبحوا نازحين طبعا ذول وراهم مدارس وراهم معامل وراهم حياتهم الطبيعية اللي تركوها خلال هذه الفترة إذا قد يقدرون تركون أسبوع عشر تيام جوز بالبداية قال لك يومين ثلاثة وتخلص هذا جيش وصاحب السطوة ومتعلمين على التاريخ السابق لكن الشيء اللي صار أنه طالت المدة والآن هم محتارين هذا اللي شوكت رح تنتهي اليوم نتنياهو كان مصرح إلى فوكس نيوز الأمريكية بأنه أنا ما كنت أصور أن الوقت يأخذنا ويكون أن كنت آمل أن ننتهي من هذه العملية بوقت أقصر ولكن طال بنا الأمر ونحن نعرف وهو يعرف أيضا أنه ما عند أمل يعني هذا الوقت اللي يحتاج لتحقيق الهدف مالته ما إلى وجود ويحتاج إلى مدة كبيرة من نسف الاقتصاد من الخلل الاجتماعي من التفكك الاجتماعي من التفكك السياسي والآن أصوات السياسيين الصهاينة اللي هم موضوعين كلهم في إطار يخربون بيوتهم بأيديهم أيدي الهواقع آخر لكن الآن أصبح الشقاق في داخلهم أكبر بكثير مما كان الشقاق قبل 7 أكتوبر هذا من جانب ماذا بشأن العالم الآخر فشل وبدأوا يتحدثون عن هدن أنا كان تحليلي أنهم لن يعلنوا بأنهم يريدون هدنة لأنه إذا أعلن ويريدون هدنة أو يسيرون باتجاه المفاوضات سيعلنون عن هزيمتي لذلك يحاولون أن يحتالون على الأمر يريدون جر النفس يريدون الهدنة لذلك خلينا نسويها هدنة إنسانية يوم ثلاثة ساعتين ثلاثة كذا شوية شوية إلى أن يموعون القضية ويقعدون للمفاوضات ويقعدون لتبادل الأجرة وإلى آخر وتنتهي أهدافهم اللي أعلنوها غزة لن يبقى فيها حماسيا فلان لن يكون فيها دور ما إلى كل هاي الأمور تنتهي تعود إلى ما كانت عليه وحلمهم الذي أعلنوه بحماقة كبيرة حلمهم يتمزق أمام عينهم ليعودوا خاسئين إلى ديار تنتظرهم بين محاكمة وبين عجل سياسي وبين سقوط سياسي والأنكى من ذلك في تفكك الواقع الاجتماعي على كل الأوضاع اللي موجودة ماذا إذن بالشأن الآخر ماذا يحصل في أوروبا ماذا يحصل وهذه أعود وأقول أخواني انظروا إليها من خلال بوابة القواعد المستضعفة لا تنظرون إلى الحكومات الحكومات هذا دائب رغم أن هذه التجربة أثبتت أن أوروبا أضعف بكثير من أن تكون ورقة رابحة أمام من تقف أمام أوروبا ضعيفة إلى درجة ويكفينا هذا المثال الصهاين من بدت الأزمة بالنسبة لهم ما قدروا يتفقون مع أي دولة أوروبية على أن تورد لهم أغذية منه راح وين تفقوا تفقوا الإمارات لأنه في البوابة الخلفية البحر الأبيض كان مرشح إلى أن يكون بحر دامي بحر مقاتل في حالة حرب لذلك اتجهوا إلى شركات إماراتية يوميا طيارات تنزل في المطارات اليهودية من أجل أن تنقل الغذاء إلى دولة الصهاين ماذا لو أن انظر إلى الأمر ماذا لو أن الآفاق أغلقت بشكل أكبر من ذلك مو بس البحر الأبيض البحر الأحمر الخليج كل هذه تغلق على الصهاين مسألة الغذاء كيف سيؤمنونها الشيء اللي الآخر جاي ينظر إلى والامريكيين تحديدا لأول مرة يشعرون بل حتى العالم الإسلامي لأول مرة يشعر أن قصة إسرائيل هذه البعبع الكبير اللي كل هذه فترة خلقوا من أجل أن يبتزونا به تبين أنه أضعف بكثير مما كنا نتصور تتدري هذه العملية لو مستمرة كان يحتاجون إلى يوميا حتى تلتحق الضفة بالطعغز الضفة الغربية يصير حالة دمج ما بين الأثنين بلينكون خلال هذا الحديث اللي جرى في بغداد قبل أيام كان يتحدث أنه لابد من حل الدولتين أصبح ضرورة ويجب التفكير بإيجاد وصل ما بين الضفة والقطاع هذه كلها هزائم تسجل على اللائحة السياسية ولها ما بعدها لكن في كل هذا الواقع الذي موجود فيه العالم الأوروبي العالم الغربي أيضا بدأ ينقلب الناس أوروبا الذي يعرفها يعرف أن هؤلاء عبيد القانون ملتزمين بالقانون بشدة وإذا لأول مرة يفرضون عليهم عقوبات ويفرضون عليهم سجن وغرامات وما إلى ذلك ما يبالون يحطمون كل شيء طرعون تظاهر يشيلون أعلام مع أن مجرد رفع العالم هو جريمة يعتبرها هنا نحدث ولا حرج في شأن الأخبار الديمقراطية وأخبار حق الرأي وحرية التعبير وحقوق الإنسان حدث ولا حرج لن تجد في أوروبا من يؤمن بذلك بناء على تصرفات حكام ولكن العالم شي ردي يسوي اسم غزة شي ردي يسوي يخافون من عنده ويحبسون اللي يتلفظ به أو يعاقبوه أو يضربوه أو ما إلى ذلك ليش أوروبا هي اللي تتحدث عن حق الإنسان في التظاهر وإذا بها أشد الناس قمعا للتظاهرات هذا يجب أن تقرأ بعنوان آخر سقوط الادعاءات الغربية اللي أنشأت بريق خلت الشعوب تتقدم وتنبهر بالوضع الأوروبي وإذا بهذا كله عبارة عن غرافة سرعان ما تمزقت وتبدت حقيقة هؤلاء بشكل واضح وهذا صريح لا شك أنه ينعكس على الأمم وما يمكن إلي أن ألحظ مع الأيام أن هؤلاء اللي جايش شعرون أن أوروبا كذبت عليهم حكوماتهم كذبت عليهم ستتولد لديهم فكرة المنقد أنه الطريق إلى التخلص من هذا الظلم من هذا الجور بأي طريق يتم وبأي شكل يتم ستبقى مظاهر الأطفال والمذبوحين والبنايات المدمرة على رؤوس أهالها ستبقى ماثلة أمام الأعين وهذا هم دور يجب علينا أن نلعب فرصتنا لإيجاد تصور دقيق عن طبيعة إجرام هؤلاء هي هذه الفترة أن نقدم الوثائق والإدانات الواحدة والأخرى إلى العالم أنا ذكرت اليوم وهنا أنا أنصح أخواننا في فلسطين والمعنيين في قضية فلسطين اليوم ذكرت في حديث الجمعة أنه لو أن قصة الحسين عليه السلام بقيت مركونة في كتابين ثلاثة من كتب التاريخ هل يمكن أن يتذكرها اليوم أحد أخواننا الفلسطينيين سلوا أنفسكم لماذا بقيت قصة الحسين ماثلة إلى اليوم وفي حرارة تزداد سنة من بعد أخرى انظروا ماذا فعلت المظلومية بنا مظلومية من قبل ألف وأربعمائة سنة لازلنا نتحدث عنها وأنا مطمئن لو بعد عشرة آلاف سنة ستأتي الأجيال لتتحدث بطريقة أكثر حماسا مما نتحدث عنه اليوم حولوا أطفالكم إلى طفل الرضيع أمام العالم حولوا نساءكم حولوا مظلوميتكم حولوا حرائقكم إلى ما سبق أن حولناه أمام أنظار العالم بقينا نتداولها جيلا من بعد جيل أثرا من بعد أثر إلى أن نحن على مدى قرابة الألف أربعمائة سنة من كربلا وإذا بنا تتبدى كربلا أمام عيننا وكأنها حدث البارحة بل بعضنا ربما عند حدث اليوم شايفين صور التشابيه اللي يصير كل سنة ذول المساكين اللي يمثلون دور الشمهر أو دور المجرمين يعاقبون عقابا شديدا حتى أن أحدهم ينقل يقول أنا أم طردتني من البيت يما هذا تمثيل كذا قالت لا أبدا أنت تضرب الحسين لأن الناس عندها ماثلة هذه القضية لذلك خذوا هذه التجربة أخواننا حولوا مظلوميتكم إلى حائط مبكى أمام العالم الصهاينة بكذوبة الهولوكوست بالمبالغة بمذبحة النازية لهم وما إلى ذلك كل هذه الفترة يبتزون العالم أنتوا ما عدكم مبالغة ولا عدكم ابتزاز لأحد قدموا بحاياكم إلى العالم لكي يراه والدبلوماسية الإسلامية يفترض أن تعتمد هذا المسار وتعتبره مسارا رابحا جدا ومؤثرا جدا في تحطيم هاولا القصة هم مقصة إسرائيل من يقف خلف إسرائيل هو المهن استطعنا خلال هذه الفترة أن نتبين أن أعداء الأعداء الذين سيتصدون للإمام صلوات الله وسلامه عليه هم أمثال هؤلاء هذه القوى حينما تبدأ تتآكل أو حينما تتحول إلى عدو يمكن النيل منه كلمة صغيرة ذكرها سماحة سيد حسن نصر الله إلى الغربيين 59 سفينة جايبين وغواصة وحاملات طائرات وما إلى ذلك قل لهم احنا ندرب أساطيلكم وإحنا عادين العداء لها ما بيها مبالغة ما بيها مبالغة لكن ذول بدون يحسبون حسابات أخرى لذلك يجي واحدة من القبائل اللي ذكرها قبل لكم احنا ما نريد توسعة الصرع نريد الأمور تنتهي إلى هنا شنو معنى الغطرس شنو أخبار قوة السوبرمان الأمريكي شنو أخبار قوة الباتمان الأمريكي شنو كلها أصبحت أمام الشعوب قصة قابلة للتمزيق وقابلة للحذف بعد مثل الصورة السابقة ما موجودة هاي الحال وعلينا أيضا أن ننميها في واقعنا اليوم على الشعوب أن تفهم كل هذه الفترة لماذا حربوا مفاهيم الجهاد ومفاهيم الشهادة ومفاهيم الإيمان لأنه أنتجت هذا الصبر المقاوم الذي شاهدنا عجيب غريب أمس أحد الشيبة واقف على أرض كان يسكن بيها على الحجرات التي بقيت من هذه الأرض يقولولا ليش ما تترك يقول وين أروح هذا بيتي وراح أبقى أنقتل أنقتل في بيتي هذا الصبر بضاعة في غاية الأهمية لأي مشروع مستقبلي لنقط هذه الأمة من هو هذا المشروع مشروع من هذا سل هذه الأمة سيقول لك كل المشاريع الموجودة سقطت كل المشاريع اللي موجودة سقطت أكو ناهضين بس بعدهم يدورون المشروع وين من حسن الحظ أننا كشيعة أهل البيت نتفق مع أخواننا من أهل السنة والجماعة بأن مهدي يمقادم وأن هذا المهدي هو الذي سيحرر المسجد الأقصى هو الذي سوف يزيل الصهاينة وأنا هنا أدعو أخواننا من أهل السنة وإذا كنا نتفق على المهدي إذن تعالوا نرسق هذا الاتفاق للتعرف على أساليب وآليات الوصول إلى هذا المهدي نعم نحن ندعي أن إمامنا موجود نختلف معكم وما من ضير أنت أيضا تدعون بأنه سيأتي في آخر الزمان وأن الصهيونية ستتحطم على يدك فإذا كان نتنياهو يتحدث عن خطر الثمانين عام باعتبار هما يتحدثون عن أنه ما كو دولة للصهاينة استمرت أكثر من مانين سنة وهو لا بيد أيضا كان سبق في مشروع الانتخاب قبل سنتين أيضا طرح هذه القضية إحنا مهددين بهذه القضية مهددين بالزوال بعد ثمانين سنة وبدأنا نوصل ولذلك تعالوا هو كان يدعو الناس إلى انتخابه حتى نحصن أنفسنا اليوم الانتقاد إلى نتنياهو لعنة الله عليه يقول له لأنه أنت يفترض أن تحصن الدولة خلال هذه الفترة وإذا بنى على عتبة الثمانين عام أنت عملت على انهيار الدولة هذا الفكر الذي يعدهم يجب أن يكون موردا للاتفاق بين أهل القبلة الواحدة لأنهم يؤمنون بأن المنقذة من هذه الدولة هو واحد وأن عيسى عليه السلام يعود معه لكي يحارب معه وبشكل طبيعي المسيحيين أيضا يكونون داخلين في هذا المجال لطيف قبل فترة قليلة شفت كتاب مسيحي يتحدث عن حوادث آخر الزمان وبشكل يعني لعله بالنص يشير إلى أسباب ظهور المسيح بس شير المسيح قال للمهدي تشوف أنه كثير تطابق من حيث الفكرة العامة طيب إذا ذول الحريديم هم يؤمنون أن المنقذ قادم والحريديم اللي هم اليهود اللي رافضين للدولة إسرائيل غير ذول ناطوري كارتا اللي هم موجودين في نيويورك اليهود اللي موجودين في نيويورك لذول جملة وتفصيلا يرفضون إنشاء دولة في فلسطين لليهود بل يدعون إلى أن تعطى فلسطين تعود إلى اليهود وهم تعود إلى المسلمين وهم يقدمون الوثائق واحدة والأخرى بأنه هذه خارطة فلسطين اللي موجودة منذ كذا مئة سنة وهذه اسم فلسطين ولم يكن هناك وجود لإسم الصهاينة على أي حال أنا أكتفي بهذا القدر أطلت عليكم لكن القدر المتيق أثواني الأعزاء إذا ما نظرنا إلى الأحداث من خلال مخرجاتها نحن على موعد مع الأيام الكبيرة مع الأحداث الكبيرة ومن يريد أن يلتحق بركب الكبار عليه أن يعد الزمن لن ينتظر أحدا وحركة التأريق لم تنتظر أحدا لكن نحن على موعد مع الوعد الرباني وخطورة الوعد الرباني أن من لم يلتحق يطرت ويستبدل به غيره عند ذلك سيكون الحرمان الأكبر بالضبط مثل ما جرى إلى اليهود حينما انتظر الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وآله انتظروه مئات السنة وجاءوا من ديار بعيدة استوطنوا ما بين جبل عير وأحد لأن أنبوءتهم تشير إلى أن هذا المكان هو الذي سيظهر فيه النبي الموعود حينما جاء لم يؤمنوا وعندئذ طريدوا تم استبدالهم وجرى عليهم ما جرى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا وإياكم ذلك اليوم الموعود كي تتكحل أعيننا وأعينكم وكل هؤلاء المستضعفين في الأرض برؤية تلك الطلعة الرشيدة والغررة الحميدة لإمامنا صلوات الله وسلامه عليه والحمد لله أولا وآخرا وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا الله وصله على